السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة فيديو جديد هنعمله ان شاء الله بمقاشة قديمة ممكن تكون عندنا او مكسورة هنا انا اخدت جزء ده من مقاشة كانت مكسورة عندي وطبعا حالتها مش حلوة ان انا سيبها كده او خشبها مش نظيف فهدهن ان شاء الله النهاردة بالبلاستيك اللي هو الصيبس النص اللامع وكمان هدهن البود ده او العلبة الايس كريم دي عشان احتاجها في الفكرة اللي معايا البلاستيك ده من النوع اللي هو النص اللامع وطبعا ممكن تقدر تدهن بالرولة او بالفرشة بس انا حبيت ان انا استخدم الاسبونشة عشان تديري التأثير الحبيبي اللي انتو هتشوفوها معايا ان شاء الله على البود وكمان على العصايا هسيب العصايا تنشف وهنا شوية اللي فاضوا معايا من دهان العصايا هحط عليهم الجيل سي باللون الاحمر بالشكل ده كده حسيت ان انا قطرت بس بعد كده لما دمكت اللون كويس ما زودتش اي لون ابيض خالص غير لما خلطت كويس جدا مع بعضه ولاقيت اللون مناسب فبالتالي ما زودتش اي الوان تاني هبتدي ان انا ادمج الالوان كويس جدا وطبعا الجيل سي هو انضف الانواع اللي موجودة في التلوين بالنسبة للبلاستيك او اللاكيه وطبعا البلاستيك ما بينشف سهولة جدا وكمان ممكن تقدر تغسليه بالمية في اي وقت على عكس اللاكيه بس نوعية البلاستيك اللي انا بستخدمها دي اللي هو سايبس نص اللامع كويس جدا وحلو جدا في الاستخدام عن البلاستيك العادي زي ما انت شايفين الدرجة امتزجت معايا من غير مزود اي الوان او احط اي حاجة خالص ده الدرجة اللي انا عايزها في اللون البنك شكلها حلو وفي نفس الوقت مش غامق اوي ولا حاجة هبتدي ان انا ادهن علبة الايس كريم بالشكل ده كده وهدهنها باللون اللي هو الروز بالطريقة دي كده بطريقة التبطبة بصراحة الطريقة دي حلوة جدا وكمان بتنظف المكان وفي نفس الوقت ما بتهضرش كمان من الدهنات وما بتحتاجش طبقة تانية اطلاقا انا حطيت الطبقة دي ولما جيت اشوف لقيته مش محتاج لطبقة تانية خالص لو بتشوفي قناتي الاول مرة اتمنى ان انت تشتركي في القناة واتفعل الزر الجرس فيها عشان يوصل لكل جديد من القناة وكمان الفيديو ارتفع ويصل لأكبر عدد من الناس هنا انا بدهن البوت كله بالشكل ده كده وكمان التأثير الحبيب ده هيديني شكل حلو جدا ليه هيخليه زي الجاهز بالزبط وهلاقي ان شاء الله حل كمان للايد بتاعته لانه ملوش ايد فهعمله ايد بالخيش باذن الله كمان الجزء اللي هو باين من فوق من جوه باللون الازرق هدهنه في الاخر خالص باللون الروز بالشكل ده كده ده التأثير الحبيب اللي انا بتكلم عليه لما ينشف هيديني نفس الشكل ده كمان هدهن الارضية بتاعته بنفس الاسفنجة دي وكمان هدهن الحروف اللي هي الزوايد الداخلية من فوق بالفرشة علشان الاسفنجة ما كانتش بتوصل للمناطق دي هخلص دهانه وهسيبه ينشف على ما اشوف انا هعمل ايه دي كمان الايد نشفت معي اهيه وكمان انا سبت البوت علشان ينشف هاجي وهعمل يعني دراع طويل كده بس هتني يعني اتنين مش هعمل واحد بس علشان يكون متين معايا اخدت طبقتين من خيط الخيش وحطتهم على بعض بالشكل ده كده وهبدأ اربطهم زي رقم تمانية من طرف العصاية من النحية دي ربطة والطرف التاني للخيش هربطه بالطريقة دي النحية التانية كمان بحيث ان انا اعمل علاقة كبيرة لليد اللي معايا بالشكل ده كده ده الطريقة اللي انا ربطت بيها اهيه وزي ما قلت لكم انا خليت الخيط بتاع الخيش مجوز عشان يكون شكله حلو ما يكونش ضعيف معي بشيل الزيادات بالشكل ده كده وبساوي الاطراف على بعضها وبعد كده بربط دي الطريقة اللي انا آآ ربطت بيها خيط الخيش بالشكل ده كده هاجي كمان وهاخد هاخد من البكرة آآ لفة من الخيش بالشكل ده وهخلي الاجزاء دي كلها آآ الخيش بحيث ان هي تسبتلي الربطة وفي نفس الوقت كمان هتدي شكل حلو هبتدي ألف الخيش بالشكل ده كده على الاطراف لحد ما وصل للنهاية من الطرف ده ومن الطرف التاني كمان الفكرة دي ممكن تعمليها باي عصاية عندك بس آآ أنا كان عندي عصاية المقاشة متوفرة وبصراحة ناس كتير جدا بترميها فأنا آآ حبيت ان انا وصلها للشكل ده واعملها زي قطع الدكور هنا انا لفيت الخيش بالشكل ده كده من الطرفين وده الشكل النهائي للعصاية معايا بعد كده هبتدي برضو ان انا لفة على البوت من نفس الخيش ده عشان نعمل واحدة معاه ده شكل البوت معايا انا دهنتم من جوة كده اي كلام علشان انا كده كده هعط فيه زرع وده شكله بعد ما نشفه التأثير اللي عليه الحبيبي بالشكل ده هبتدي كمان ان انا اعمله يد بالخيش ممكن كمان لو انت حابة ان انت تستخدمي خط مقرمية مفيش اي مشكلة خالص وهنا انا ببدأ بعد ما البوت نشف اكتب عليه بمسدس الشمع زي ما تحبي عايزة تكتبي سويت هوم عايزة تكتبي هوم بس عايزة تكتبي ولكم مفيش اي مشكلة خالص انا هنا بكتب كلمة ولكم بالانجليزي هخلصها بالشمع بالشكل ده كده وهسيبها تنشف علشان محتاجة ان انا لونها وعلى ما تنشف معايا وابتدي حط عليها تلوين تاني هعمل اليد بتاعة البوت بالخيش وهتشوفوها معايا دلوقتي طبعا انا مسخنا المسدس كويس جدا هو مفصول معايا قدام الكاميرا بس انا كنت مسخناه كويس جدا علشان انا مش هستخدمه كتير في الفيديو يعني هنا خلاص انا خلصت كلمة ولكم بالشكل ده كده هسيبها تنشف وبعد كده هعمل اليد للبوت وبعد كده هلونها كمان لما اجي عمل اليد للبوت هروح عامله باقي برضو بطريقة آآ سنائية زي ما عملت في اليد اللي هتشيل آآ اليد بتاعة المقاشة يعني اليد دي كنت انا لفيت عليها آآ خطين اتنين ودي كمان هلف عليها خطين اتنين بالشكل ده كده هعمل الخيط بتاع الخيش مجوز يعني وبعد ما خلص اثبت من الناحيتين لاتنين هبتدي ان انا لف الجزء ده كله بالخيش عشان يعمل لي واحدة مع الخيش اللي انا حطيته على اليد وكمان التعليقة اللي انا هعملها للبوت طبعا بواسطا الخيط معايا وبشوف هو هيتحط في اي جزء بالزبط وبعد ما بسبت هحط لفة خيش كاملة على الجزء اللي فوق ده كله زي ما انتم شايفين ببتدي من هنا علشان الف خيط الخيش كده على الجزء اللي فوق ده بتاع البوت طبعا بحط الشامعة في كل مسافة والتانية علشان الطبقة الاولانية دي بالذات تكون كويسة معي لفيت الخيش وخلصته وهنا كمان سبت الفلين او الفوم او الفل بتاع اللي هو الاجهزة الكهربائية وهبتدي اغرز الزرع فيه بالشكل ده كده اي نوع ورود عندك اي زرع اخضر ده الفرع اللي انا كنت اشتريته والفرع كامل فيه حوالي ثمانية وثلاثين قطعة من الزرع ده لا عزرا تسعتاشر قطعة من الزرع ده بيكون بخمسة وثلاثين جنيه بالزبط بعتذر عن الصوت اللي حصل اه وهنا انا بثبت الزرع بالشكل ده كده وباذن الله هخلصه وهنشوف هندهن كلمة ولكم علشان يبين اللون بتاعها لانه طبعا هو لون شفاف فاحنا عايزين نخليها خليه باللون الابيض علشان البوت مدهون باللون اللي هو الروز طبعا اي كمية زرع عندي بحاول استغلها بقدر الامكان وهنا كمان عندي يعني الزرع طويل فبحاول لنقصره علشان يعني الطول يكون متناسب ومتجانس معايا وفي نفس الوقت كمان تكون مليانة زرع ما تكونش فاضية عايزة تحط ورد ما فيش اي مشكلة بس انا فضلت الزرع الاخضر لانه اشبه كتير قوي بالحاجات اللي هي الجهزة وبالذكرات اللي موجودة حاليا هنا جبت البلاستيك اللي انا استخدمته اهو اللي هو النوع الصيف كمان ده نص لامع مش لامع كامل وتمنوا زي ما انشايفين حوالي 36 جنيه هبتدي ان انا ادهن كلمة ولكم باللون الابيض علشان تظهر معايا بالشكل ده كده وبعد كده هنشوف ممكن ان احنا يا اما نعلقها على في السقف يا اما نعلقها على الباب يا اما نعلقها قدام الباب على حسب ما انت عايزة وعلى حسب اختيارك بالطريقة دي كده انا بلونها هخلصها كلها وبعد كده هتشوفوها معاي اخر حاجة واخر مرحلة في الفكرة النهاردة ان احنا هنسبت البوت في النص بالظبط بتاع العصاية بحيث ان هو يبان متعلق معاي هاجي في نص العصاية بالظبط وهي هحط البوت وهي كمان هضيف عليه خيط من الخيش بالشكل ده كده بحيث ان هو يسبتها لي كويس وفي نفس الوقت يكون شكلها حلو جدا دي الفكرة خلصت معاي اهي وتقدر اتعلاقيها في اي مكان عندك حاجة شيك وبسيطة وسهلة جدا ومش مكلفة على الاطلاق اتمنى ان فكرة النهاردة تعجبكم والفيديو عجبكم ولو عجبكم الفيديو يريد تشيريه واتدوسع اللايك استودعكم الله لازل لتضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته